موسيقى مرحبا حضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور الحقيقة الجزء اللي احنا هنتأمل فيه النهاردة هو من الاصحاح الخامس من انجيل معلمنا مت لكن حالها موقفت عند وصية السيد المسيح أو تعاليم السيد المسيح أو عن التطويبات اللي قالها السيد المسيح عن نقاوة القلب عن السلام عن الوداعة عن حاجات جميلة جدا الواحد اللي ما يقف بها يقول اننا في صوم ست الكل الست العدرة مريم هيلقي كل الصفات الحلوة دي موجودة فيها وانا يعني يمكن الرابط ده يجيب بالي لان بكرر مرة تانية ما فيش ام ما بتدعيش اللي بنتها وتقول لها يا رب تطلعي شبه العدرة يا رب يكون فيك يا حاجة حلوة من الصفات اللي في الست العدرة احتار الأباء ازاي وصفوها ويتكلموا عنها ويقولوا حاجات يعني يمكن حتى المدايح والترانيم وكل حاجة بتقف كده عجزة الكلمات قدام انها تتكلم عن الست العدرة لكن خليني اقولكوا يعني وخلي كل الستات في كل الدنيا كده فخورة انها من جنس السيدات أو النساء عشان خاطر الست العدرة مريم القديس اغسطينوس قال عنها كلمات اكتر من رائعة لما قال لقد ولد المسيح من امرأة ليواسي جنس النساء قال من الفردوس اعلنت المرأة الموت لرجلها وفي الكنيسة اعلنت النساء خلاص الرجال القديس اغسطينوس يقول لكل الستات شوفوا سيدة النساء الست العدرة مريم ست الكل وجمالها الكنيسة دايما بتكرمها وبتحطها حتى قبل رتبة الملائكة والقدسين تعالوا النهاردة نتكلم عن صفات جميلة لكن تطبيبات موجودة من انجيل معلم لمتا الاصحاح الخامس وفي نفس وقت هي موجودة في الست العدرة نهاردة بساعدنا بشرفنا استاذ لبيب السمير الخادم بكنيسة القديس العظيم الان بابولا بعزبة النخل اهلا بحضرتك من ورنا يا استاذ لبيب وهيباب طبعا بتتكلم عن ست العدرة النقية الجميلة الكتاب النهاردة والآية التي نتأمل فيها بتقول طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبة لصنع السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبة لأنقياء القلب وصنع السلام والتطوبات الجميلة نتأمل فيها النهاردة وستاذ لبيب في البداية لو حد دينا فكرة عن الاصحاح الخامس الذي يعتبر من أهم اصحات الكتاب المقدس كله تمام وهم بيسموا الاصحاح ده هو دستور المسيحية لأن التطوبات هي أعدادة تسعة فده يعتبر الدستور اللي بنمشي عليه والأرساء السيد المسيح بنفسه يبتدى الاصحاح كده ويقول ولما رأى الجمعة صعدة إلى الجبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ده في بداية الاصحاح لما رأى الجمعة مش معناها لما شافهم هو رأى أنهم في حاجة إلى المعرفة وإلى التعليم عشان كده الكتاب يقول هلك شعبي من عدم المعرفة فلما رأى الجمعة مش مجرد أنه هو شافهم بس رأى أنه هم محتاجين فعلا للتعليم السامي ده ده حاجة يقول لما جلس لما جلس مش معناه برضه أنه قاعد ما قصدش كده الكتاب قدس دقيق في كل لفظه بيذكره لما جلس هو جلس على الجبل كمشرع يحط مبادئ المسيحية وهي من خلال التطوبات التسعة اللي ذكرها حاجة كمان ممكن ما ناخدش بنا منها أن ما كانش من حق ملوك إسرائيل أن يحطوا الشريعة كل ملوك إسرائيل ما كانش من حقهم أنهم يحطوا الشريعة لكن كانوا ماشيين على شريعة موسى النبي الوحيد اللي قصر القاعدة دي هو سيد المسيح وهو على الجبل أنه هو أرصى شريعة جديدة وأرصى قواعد جديدة وهي التطوبات التسعة اللي ذكرت في متة خمسة طيب نروح للتطوبات ومعنى كلمة التوبة اللي ممكن تشجع كل نفس أنها تحاول وتجاهد أنها تقتني الصفات دي ونبتدي بالتوبة ونقاء القلب ومواصفات الإنسان اللي عنده نقاء قلب تمام هو معنى كلمة التوبة في الأول هي معناها يا ما أسعده وهنيئا له يعني يا بخت ويا سعادة كلمة التوبة وكلمة التوبة على فكرة ما تذكرتش في متة بس يعني هنلاقي فيه لها ذكر كتير في الكتاب المقدس هي الأول هي كلمة أصل كلمة التوبة هي أرامية الأصل أصل كلمة التوبة هي أرامية الأصل في العهد الجديد جات بمعنى تاني كلمة التوبة معناها ماكاريوس ده في العهد الجديد حسب اللغة اليونانية معناها ماكاريوس ذكرها ربنا طبعا في إنجيل متة خمسة في عندنا كمان يقول كده بكل بركة روحية في السامويات في المسيح ده في أفرسوس واحد لأنه طوبة للذين غفرت أسامهم وسطرت خطياهم فنلاقي كلمة طوبة ذكرت كتير وأشهر كلمة طوبة كمان ويمكن الوحيدة بمناسبة سوم الستة العدرة اللي قالت على نفسها يعني احنا بنطوب القدسين الوحيدة اللي قالت غوزة منذ الآن جميع الأجيال هي اللي ذكرت التطويب بفمها الطاهر أنا برضو عايز أدخل مع حضرتك في أنقياء القلب يمكن أجمل كلمة ممكن تتقالع على أي إنسان أن هذا الإنسان إنسان نقي لو حضرتك تكلمنا عن صفات الإنسان الذي يتمتع بنقاوة القلب نقاوة القلب أو الإنسان النقي القلب يقول كده في تموسيوس الأولى يقول كده وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح شرط القلب الطاهر هو ده اللي يدينا نقاوة القلب والإنسان الطاهر سيد المسيح نفسه قال كمان تعلموا مني لإني وديع ومتواضع القلب فالتواضع هو شرط أساسي لنقاء القلب طيب لو رحنا بقى للإقتناء يعني فكرة أن الواحد يجهد عشان يقتني حاجة محتاجة وقت يمكن محتاجة صالة كتير فالشاب الغني سأل السيد المسيح ماذا أفعل لأرس الحال أبدية لو نهاردة قلنا أنا ممكن أعمل إيه عشان أكون إنسان نقي وأقتني نقاء القلب هقول لكم على مفارقة عجيبة حصلت يعني مع الشاب الغني هو سمع الآية الأول السيد المسيح تدرج معه واحدة واحدة وبيقول له ماذا أفعل لأرس الحال الأبدية فالسيد المسيح ضغط على نقطة الضعف بتاعته وقال له اذهب باع كل مالك فعشان عارف إنه نقطة ضعفه يقول عنه كتاب إنه مضى إيه مضى حزينا لأنه ده كانت الحاجة اللي وجعاه العجيب إنه هو سمع الآية دي أو سمع الصوت ده من فم مباشرة من فم السيدة المسيح صح كده الأنبانطنيوس أبو الرهبان هو داخل الكنيسة سمع نفس الآية من شماز بيقرى الإنجيل إذا أردت أن تكون كملا فإذهب باعه كل مالك وتعالى اتبعني خرج أنبانطنيوس ما خرجش حزين ده خرج فرح ومتهلل وراحت باع 300 فدان من أغنى الأراضي في اسكندرية يبقى إذن هنا صوت الله مش بس أن أنا أسمع أنبانطنيوس مش اسكندرية أعتقد بانسويف أو الفيوم هو منشأه في بانسويف مكان الميلاد في قمنا العروس أيوة لكن أعرف أن والده كان ليه أراضي هناك يمكن أنا متلعب برضو نتأكد من المعلومة طيب أنا هنرجع لحضرك لفكرة يعينون الله يعني برضو كلمة نقاوة القلب لما يتصف بها أي إنسان إن كانت حاجة عظيمة فالأعظم أن يعين هذا النقي الله بذاته ودي حاجة يعني عظيمة جدا هو هنا الكتاب مقدس ما قصدش المعينة المباشرة لله لأن ربنا حتى في العائد القديم قال لا يراني أحد ويعيش صحيح مش معنى يعينهم الله يعني هي المعينة المباشرة برؤى العين في دليل على كده داود النبي في المزمور تأملته فرأيت الرب أمامي في كل حين إنه عن يميني لكي لا أتزعز ورأيت الرب أمامي طيب أنت شفته يا داود بقني عين شفته بعين الإيمان أنا في كل خطوة واثق أن ربنا معايا هو اللي بيقود طريقي هو اللي سير أمامي هو دا الإنسان اللي بيعين ربنا بالفعل يعني ممكن في وسط الدقات اللي احنا فيها دلوقتي وفيروس كورونا وكلنا خايفين وكلنا قلقانين لكن تلاقي كده المسيحي بالذات في وسط الألم دي وفي وسط الدقات دي عنده سلام عجيب ونقول إحنا شايفين إيه دا ربنا باللي بيعمله معنا حتى في وسط القلق والأمور اللي بتعدي بينا طيب إيه اللي خليني معينش ربنا وما شفش ربنا الخطيئة هي اللي بتحجب رؤية الله هي دي اللي تخليني الحاجة الوحيدة اللي تخليني ما شفش ربنا الواحد بيبقى عايز يعيش في سلام وكلنا بنقول الكلمة دي لكن أكون صانع سلام ممكن أعمل ده إزاي هو صانع السلام يعني كذا حد نقول أولهم من يعين الله يشتهي أن يعمل في كرم الله نيجي كده في شهر كياهك تلاقي أبونا في آخر السهرة في طرح اسمه طرح الفعلة الفعلة يذكر بقى الأغنستسيين والشمامسة والكهنة وكل اللي تعبوا في تحضير كل دول صانعي سلام المجال الكهنوتي كله صانعي سلام من أول البترك لحد أصغر خادم في كنيسة كلهم بيصنعوا سلام في العكس بقى عايز يعني أوضح الحتة دي فأمثال زكر كده قال في ناس زارعي خصومات بين إخوة زارعي خصومات ده عكس صانعي السلام ولما عدت أفكر في كلمة زارعي خصومات ما قالش صانعي خصومات طب ليه؟ حتة الزرع لازم الزرع لازم إيه؟ يتسئي فتلاقي اللي بيزرع خصومة عايز أن يعد يسئل خصومة دي بكلام وبتجريح وبحاجات كتيرة فعشان كده يمكن كان الكتاب مقدس دقيق جدا لما قال طوبة لصانعي السلام وربنا بنطلب من ربنا أن يجعلنا صانعي السلام بين الناس أمين ربنا يدينا أن نكون صانعي سلام وربنا يدي لكل واحد فينا ولا جزء من نقاوة القلب أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ لبيب سمير الخادم كنسة القديس العظيم الأنبى بولة بعز بتناخل نورتنا شكرا خدنا بركة شكرا صباح النور على حضرتك صباح النور سنكمل مع حضرتكم النهاردة كل التفاصيل الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ إيه هو مجلس الشيوخ إيه المهام اللي هو منوت بيها وكمان اللجانة الانتخابية والأوضاع لكن خليكم معنا بعد الفاصل